اشتركوا في القناة مادتنا بسيطة تتكون من 4 وحد الوحد الأولى بتحكي عن الخلية في جسم الخلية إلى الجسم راح نفهم شي يعني خلية أول إشي ونعرف إنه الخلية هي المكون الرئيسي والأساسي لأجسام الكائنات الحية بعد ذلك نعرف كيف الخلية أصلا تتكاثر كيف تتناقل المواد منها وإليها كل هاي الأمور إن شاء الله راح نمر عليها بعد ذلك راح ننتقل على الوحدة الثانية نحكي فيها عن المادة نفهم المادة بشكل عام والذرات والجزيئات الفلزات واللافلزات كل هاي الأمور إن شاء الله راح نيجي عليها ونبسطها مادة سهلة وبسيطة إن شاء الله لكن بدها متابعة أول بأول بعد ذلك راح نيجي على الشغل والطاقة ونحكي شي يعني طاقة ميكانيكية آلات البسيطة هاي الأمور برضو راح نيجي عليها ونبسطها آخر إشي راح نحكي عن الإنسان والأرض كل وحدة بتتكون عندي من درسين راح ندرس الدرسين منيح طبعا باستثناء طبعا الوحدة الأولى بتتكون من ثلاث دروس راح نمر على كل درس ونبسطها تبسيط على الآخر وبعد هيك أترك عليكم أسئلة الدرس تحلوها بعد الدرس مباشرة لأن أنا راح أرجع وأحل لكم إياها بعد ما أخلص من الوحدة كاملة كيف يعني يعني راح أحل راح أخلص معكم الدرس الأول والثاني والثالث أنت كل درس بخلصوا معكم بتحلوا أسئلة الدرس تبعته مات بتتأكد من حلك لما أخلص أول ثلاث دروس بحل أسئلة الدرس للدرس الأول والثاني والثالث وأسئلة الوحدة يعني مهم جداً تحل أسئلة الدرس أنت حتى تتأكد من حلك وتتأكد أنك فاهمت درس 100% وبعدها تتأكد من حلك متى لما تشوفني خلصت درس الأول والثاني والثالث بتلاقي بعديها في فيديو بكون محلول في أسئلة أول ثلاث دروس وأسئلة الوحدة تمام؟ هذا بكل وحدة رح نمشي هيك حتى إيش؟ حتى نضمن مع بعض العلامة الكاملة بإذن الله طيب خلينا ننتقل مع بعض على الدرس الأول طيب الدرس الأول بيحكي عندي عن الخلية طيب أول شغلة بدأ أفهمها هل موضوع الخلية أستاذ مهم؟ وليش مهم؟ طبعاً مهم ليش؟ هسا لو أنا آجي أحكي لك إنه عندك الإنسان بتكون من خلايا المكون الرئيسي إلو الخلايا الحيوان المكون الرئيسي إلو الخلايا الحشرات النباتات أي كائن حي موجود في الطبيعة المكون الرئيسي إلو الخلية فبتالي هي شغلة كثير مهمة حتى أنا لما أعرف أتعامل كيف مع أجسام الكائنات الحية مع النباتات مع الحيوانات مع كل كائن حي موجود في الطبيعة لازم أفهم شو يعني خلية عشان هيك مهم جدا أفهم شو يعني خلية حتى إيش نفهم كل هاي الأمور كل الأمور اللي هي الحيوانات الإنسان النبات أي كائن حي أي كائن حي باختصار نفهمه لازم نفهم شو يعني خلية عشان هيك الموضوع مهم جدا تمام طيب شو هي الخلية بيحكي للخلية هي أصغر وحدة في تركيب أجسام الكائنات الحية يعني أصغر جزء هاي نقطة عندك إذا أنت شايفها أصغر جزء في أجسام الكائنات الحية هذا بسميه إيش خلية بسميه خلية وهي تؤدي إلى إيش إلى وظائف أساسية لاستمرار بقاء الكائن الحي يعني بتساوي وظائف رئيسية عشان يضلوا الإنسان عايش يضلوا الحيوان عايش النبات يضلوا عايش إذن بتساوي وظائف شو هي الوظائف رح نيجو نفهمها لكن باختصار إذن هي المكون الأساسي للأجسام الكائنات الحية أي واحد اثنين هي بتساوي وظائف مهمة جدا حتى يضلوا الكائن الحي عايش حتى يضلوا الكائن الحي إيش ماله عايش تمام طيب بحكيلي لم يتمكنوا العلماء من اكتشاف الخلية إلا بعد اختراع المجهر طب ليش يا أستاذ لأنه إحنا حكينا إيش طلع المعلومة اللي عندي هون حكيلي هي أصغر وحدة في تركيب أجسام الكائنات الحية إذن هي صغيرة جدا صغيرة إيش جدا إذن في عندي إيش صغير كيف بقدر أشوفه هل بقدر أشوف الخلية في عين المجردة؟ طبعا لا فبالتالي لازم أختراع أجهزة حتى إني أعرف شو هي الخلية وكيف أصلا اكتشف الخلية ما قدروا يكتشف الخلية إلا لما اختراعوا جهاز يوريني أشياء أنا ما بقدر أشوفها بعين المجردة بيكبر لي الأشياء يعني لو أنا مثلا عندي الورقة هاي بدري اياك تعتبرها خلية إحنا مش قاعدين نشوفها في عيننا المجردة هاي الخلية لكن لما اختراعنا المجهر والمجهر هذا إيش إيش علي يتعمله؟ بيكبر لي الشغلات يعني لو شغل صغير جدا خليلي إياها كبيرة فبالتالي لما أطلع أنا بالمجهر على هاي الورقة بقدر أشوفها بقدر إيش أشوفها من خلال إيش المجهر تمام؟ إذن من خلال هذا الحكي بيحكي لي إنه ما قدروا العلماء من اكتشاف الخلية إلا بعد اختراع المجهر إذن كلام منطقي ليه؟ لأنها الخلية صغيرة جدا ما بقدر أشوفها إلا بجهاز من خلاله بقدر أشوف أنا عندي الخلية تمام؟ إيش هو المجهر؟ هذا هو المجهر اللي هسه حديث وتوصلنا له لكن بدا نمر هسه على مجاهر قديمة ونشوف كيف أصلا اختراعوا المجهر طلعه بيحكي لي كان العالم البريطاني روبرت هوك أول من تمكنه من شاهدة الخلايا إذن كيف شاهد الخلايا؟ عن طريق مجهر أول من تمكن من مشاهدة الخلايا من؟ روبرت هوك هاي شغلة ممكن يجيب عليها الأسئلة الأستاذ عام كم؟ 1665 إذ تفاحصه باستخدام مجهر بسيط صنعه بنفسه مجهر بسيط جدا هاي وهذا هو عندي هاي المجهر صنعه بنفسه طلع جاب عندي هنا زي استوانة فيها عدسة بتكون ربطها بعدسة من تحت هايها قدر يمسك فيها هاي الشغلات اللي هي بقدر أمسك فيها المجهر وبحط الإشي اللي بدي أشوفه هون فبالتالي هذا مجهر بداي قدر أنه يشوف إيش بحكي لي قدر أنه يشوف الخلية بمجهر صنعه بنفسه عبارة عن شريحة رقيقة من الفلين جابها شريحة رقيقة من الفلين حطها هون عنده تحت تحت المجهر عشان يشوفها بالمجهر يكبرها بحكي لي فلاحظه مئات الفراغات الصغيرة المحاطة بالجدر يعني بالجدار إيش يعني؟ يعني هاي الفلين عندي هون هاي القطعة لاحظ أنه في عندي مئات الفراغات اللي محاطة بالجدران هايها هذا اللي بالنص جوه الجدار هاد فراغ وهذا اللي قدر يشوفه محاطة بإيش؟ بالجدار محاطة بالجدار ما أعرف شو هي هاي الشغلة بحكي لي لم يكن يعلم حينها أن ما يراه هو خلايا الفلين الميتة ما أعرف يعني ما قدر يعرف أنه هاي الأشياء هي عبارة عن خلايا تمام بعد هيك يجو عالم ثاني اسمه فان لوفن هوك هايو من وين هاد من هولندا عام 1973 بعد العالم روبرت تمام بحكي لي تمكن من صناعة مجهر الخاص عمل مجهر جديد غير المجهر تبعها روبرت هوك تمام الذي نظر بواسطه إلى قطرة ماء جاب قطرة ماء حطها طلع عليها بايش بالمجهر طيب شو لاحظ طبعا قطرة ماء من برقة شاهد ايش كائنات حية قاعدة تسبح في هاي القطرة انت بتخيل انه قطرة مي تاخدها من بحر انت قاعدة تشوف بس قطرة يا دوب شايفها حتى القطرة جواتها في كائنات حية قاعدة تسبح جو القطرة هاي كيف قدر يشوفها من المجهر وحسا رح نيجو نتعرف على اجزاء المجهر تمام بحكي لي بعدك بتطور صناعة المجاهر تمكن الانسان من معرفة الكثير عن تركيب الخلية يعني اول اول شغلة كنا يدوب نشوف فراغ وحواليه جدار هذه هي الخلية بعدك لما تطور المجهر سرنا نشوف انه الفراغ غاض فيه اشي اسمه جوته نواة النواة هاي حواليها جدار بعدك تطور عندي المجهر سرنا نشوف انه في عندي جسيمات هون موجودة منسميها عضيات جوال نواة هاي في عندي اشي اسمه ايش اشي اسمه دي انا ايه المادة الوراثية اذا كلما يتطور عندي المجهر قاعد انا اشوف شغلات جديدة ما كنت شايفها من قبل هذا ماتا بشوفه بتطوير المجهر تمام طيب تعاليني شوف يا استاذ اجزاء المجهر الحديث طلع عليه هذا مجهر ضوء حديث شو اجزاءه اول شغلة بدنا نعرفها في المجهر الضوء الحديث اللي هو عدسة عينية لها قوة تكبير بتكون في وجودها هون جوا عدسة لها القدرة على تكبير الشغلات هاي اول شغلة بايش بتستخدم لمشاهدة العينة التي على الشريحة الشريحة وينها هسا رح نيجي عليها اللي هي هون بتكون تمام طيب اذا اول شغلة بالمجهر عدسة بتكبر لي الشغلات بقدر اشوف من خلالها الشغلات بكبير تكون طيب بعد هيك تحت هون هاي اول شغلة هاي هي كاملة تمام هون العدسة بتكون وهي هيك كاملة عشان ايش المسار اللي بيمشي من خلالها النظر تبعي بعد هيك وفي عندي هون ايش طبعا فيه هون طبعا عدسات برضو بتكون حتى اني اقدر اشوف من هون الاخره مفصله بكثير من جوال لكن مش مطالبين انتو فيه مطالبين احنا نعرف انه فيه هون عندي عدسة بتكبر لي الشغلات ليش شو وظيفتها عشان اشوف فيها العين التي على الشريحة العين اللي بحطها هون تمام طيب بعد هيك وفي عندي هون ايش عدسات شيئية مثبتة على قرص متحرك عدسات هاي واحدة اتنين تلاتة اربعة عدسات مثبتة على قرص متحرك هاي القرص هذا كامل بتحرك يمين وشمال يمين وشمال ولكل منها قوة تكبير معينة يعني لو انا بدي اكبر مثلا مية ضعف في العدسة هاي بتكبر لي مية ضعف طب لو انا بدي اكبر بس خمسين ضعف في العدسة هاي بتكبر لي خمسين ضعف العدسة هاي مثلا بتكبر لي مية وخمسين ضعف العدسة هاي بتكبر لي ألف ضعف إذن كل واحدة إلها قوة تكبير خاصة فيها شو يعني تكبير؟ يعني بتكبر للشغلات بقدر أشوفها بشكل كبير تمام؟ إذن هاي الشغلات طيئة إذن أربع عدسات أو عدسات ومش عدل لي يهم كم عبارة عن عدسات مثبتة على قرص متحرك كل واحدة منها إلها قوة تكبير معينة بعد هيك ننزل شوي في عندي منضبة شو يعني منضبة؟ يعني مكان بنحط عليه الشغلات عشان أضع عليه إيش؟ الشريحة عشان أضع عليه الشريحة يعني منضبة بحط عليها الشريحة إيش اللي بدي أنا أشوف فيه يعني أنا بدي أشوف هاي الورقة بكوبر مثلا مقداره ألف ضعف فباجي بحط هاي الشريحة على المنضبة على المنضبة عشان أشوفه من خلال المجهر تمام؟ طيب إذن منضبة لوضع الشريحة عليها بعد هيك هل هون بقدر أشوف الشريحة بدون إيش مصدر للضوء؟ طبعا لا ليه؟ لأنه الضوء بضويلي فأشوف بوضوح أكثر أما لما أنا يكون عندي المكان معتم وأنا مكبر ألف ضعف فصعب جدا أشوف صح ولا لا؟ فبالتالي بحتاجه إلى إيش؟ إلى مصدر للضوء مصدر إضاءة بحتاجه هون حتى يضويلي يضويلي ويطلع الإضاءة للشريحة اللي موجودة عندي هون وأقدر أشوفها طبعا الشريحة هون بتكون موجودة تمام؟ طيب بعد هيك هخلصنا الشق اللي هون تعال نشوف الشق اللي هون شو موجود عندي؟ طلعوا أستاذ في مقبض لو تطلعوا عليه بالكتاب عندكم مقبض صغير جوا ومقبض كبير برا الصغير اللي جوا هذا عبارة عن ضابط صغير يستخدم لتوضيح تفاصيل العينة يعني بقدر أستخدمه عشان أوضح التفاصيل تبعة العينة والله هون شايف مثلا فيه أركاء الحي معين فبستخدم هذا عشان أشوفه وضوح أكثر العينة مهتم بالعينة تمام؟ أما هون الضابط الكبير اللي هو زي بكرة هيك كبيرة بيحكي لي يحرك المنضضة إلى الأعلى وإلى الأسفل شو يعني؟ يعني شايفين هاي المنضضة اللي عندي هون لما أعمل زي هيك بحرك ليها لفوق أعمل العكس بنزليها لتحت هاي المنضضة كاملة بيطلع ليها لفوق بنزليها لتحت حسب أنا كيف بستخدمه تمام؟ الأسفل التركيز على العين عند فحصها تمام يعني البكرة الضابط الكبير إلو علاقة بالمنضضة بيطلعها وبنزلها الضابط الصغير إلو علاقة بتفاصيل العينة تفاصيل العينة هذا هو باختصار المجهر الحديث آخر شغلة بالمجهر الحديث اللي هو هاي الشغلة هاي 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 شايفين هاد؟ هذا بسميه ذراع يستخدم لحمل المجهر ذراع طلع إيش؟ الذراع هاد ماسكلي الضابط ماسكلي المنضضة هاي المنضضة مركي عليه ماسكلي العدس اللي موجودة عندي هون الذراع هاد برضو ماسكلي العدسات اللي موجودة هون إذن هذا الذراع يستخدم لحمل أجزاء المجهر تمام يا أستاذ؟ هذا هو المجهر هل هو يحفظ؟ طبعا إذا الأستاذ حكالك يحفظه لازم تحفظه ممكن يجيب لك الأستاذ زي هيك طلع علي كيف بده يعمل الأستاذ بيجيب لك نفس الرسمة وإيش بيساوي؟ مثلا بيجيب لك نفس الرسمة وبساوي لك زي هيك مثلا هاي شطب لها خلينا بس نشطبها بالقلم أحسن طلع يسهب بيجيب لك زي هيك وبشطب لك الكلمة اللي موجودة هون وبحكي لك ما اسم الجزء المشار إليه طلع مشير لك إليه بسهم هايو إيش أنت بدك تكتب له؟ بدك تكتب له ذراع يحمل أجزاء المجار تمام؟ هيك الأسئلة اللي ممكن تيجع عليه إذن مهم جدا نعرف أجزاؤه ما بدنا نحفظهم بدنا نفهمهم طيب؟ طيب بحكي لي أستاذ بالبحث المستمر استدل العالم الألماني رودلف عام 1855 إذن بعد الاختراع المجاهر القديمة بكثير هذولاك كانوا 1665 1673 بعد هيك بكثير يعني 200 سنة تقريبا 1855 إيجا عالم ألماني إيش حكا؟ استدل على أنه الخلايا بتنتج من خلايا أخرى آه هنا في شغلة جديدة إنه الخلايا اللي موجودة عندي قاعدة إيش مالها؟ تنتج من خلايا ثانية كيف يعني يا أستاذ؟ يعني في عندي أنا خلية موجودة عندي كذا هايها خلية طيب تمام؟ الخلية هاي من وين بتيجي؟ وكيف مثلا بعد مثلا يومين بشوف خلية ثانية موجودة بنفس المكان كيف؟ آه الخلايا بتتكاثر هذا اللي استنتجه العالم الألماني إنه الخلايا بتتكاثر بتنتج خلايا ثانية عن طريق الإنقسام المنصف رح نيجي وندرسه في الصوف القادمة مش مطالبين معنا مش مطالب أنت كيا صف سادس تعرفه لكن ذاكرك يا إنه إيش بيحكي لك؟ إنه الخلايا بتنتج من خلايا أخرى يعني بتكاثر الخلايا وذلك بعملية إيش اسمها؟ انقسام الخلوي التي ستدرسها في صفوف لاحقة كيف يعني يا أستاذ؟ تعالي نشوف مع بعض طلع يا أستاذ عندك هاي خلية تمام؟ طيب الخلية هاي موجودة في حيز معين تركت هذا الحيز مثلاً خمس دقائق رجعت لقيت آه والله في عندي خلية ثانية طب من وين إجت هاي الخلية؟ هاي الخلية إجت من الخلية هاي عن طريق إشي بسميه انقسام خلوي انقسام خلوي رح نفهمه بصفوف القادمة لكن اللي بديك تعرفه إنه الخلايا هاي بتنتج خلايا زيها خلايا أخرى زيها تمام؟ طيب هاي نفهمنا شو يعني إنه الخلايا بتنتج خلايا أخرى بحكي لي ونتيجة هذه الاكتشافات العلمية المهمة جرت توصل إلى نظرية الخلية آه ونسترنا نحط نظريات للخلية أول شغلة عرفنا إنه فيه أشياء هيك عبارة عن فراغ وحواليه جدار هذا عرفنا إنه خلية بعد هيك عرفنا إنها بتحتوي على نواة بعد هيك قاعدين نتطور أكثر وأكثر عرفنا إنه الخلايا هاي بتنقسم انقسام خلوي وبتكون لخلايا ثانية فبالتالي صار وقت إنه نحط بنود لنظرية سميناها نظرية الخلية إيش بتتضمن هاي نظرية الخلية؟ ثلاث بنود شو هم؟ حكناهم قبل هيك تعالنا رجع نعيدهم الخلية هي الوحدة الأساسية في تركيب أجسام الكائنات الحية زي ما حكينا التركيب الأساسي التركيب الأساسي الوحدة الأساسية في تركيب أجسام الكائنات الحية أي كائن حي لازم يكون فيه خلية فبالتالي هي الوحدة الأساسية في تركيب أجسام الكائنات الحية يعني مستحيل يتلاقي كائن حي ما في خلية مستحيل لازم وتركيب أساسي له لازم أي كائن حي يتكون من خلية هذا التركيب الأساسي له مستحيل أي كائن حي يتكون من إشي غير الخلية تمام؟ ها أول نظرية أو أول بند عفوا البند الثاني بيحكي لي تتكون جميع الكائنات الحية من خلية واحدة أو أكثر هذا نفس البند الأول لكن بشكل مختلف إنه بيحكي لك مستحيل تلاقي كائن حي بتكون من أي إشي غير الخلية سواء كان خلية واحدة أو أكثر من خلية خلية واحدة أو أكثر من خلية يعني في عندي كائنات حية بتتكون من خلية واحدة وفي عندي كائنات حية بتتكون من ملايين الخلايا من خلية واحدة وفي عندي أكثر من خلية ملايين الخلايا زي الإنسان بتتكون من ملايين الخلايا بل أكثر بليونات الخلايا تمام؟ طيب هذا البند الثاني البند الثالث نفس الاكتشاف اللي اكتشفه العالم الألماني شو اكتشف؟ حكالي إنه بتنتج كل خلية من خلية أخرى مماثلة لها يعني خلية سين إجعت عندي خلية جديدة اللي هي خلية صاد من وين إجت خلية صاد؟ بتيجي من خلية سين مماثلة لها يعني نفس الوظائف بتكون تمام؟ هاي الثلاث بنود مهمة جدا مهمة جدا تمام؟ طلع هنا بحكي لي أتأمل الصورة أو الصور أوضح أي من بنود نظرية الخلية تصف الصورة شو صار عندي هون؟ كان في عندي خلية الخلية هاي اطاولت شوي طاولت كمان شوي طاولت كمان شوي لما انقسمت وصارت عندي إيش؟ خليتين إذن كأنه إيش نفس الرسمي رسمناها هاي وينها هاي هاي سين وصاد كان في عندي خلية سين صار في عندي خلية سين وصاد هاي سين وصاد فبالتالي أي بنت بنطبق على هاي الشغلة اللي هي هي البنت الثالث إنه تنتج كل خلية من خلية أخرى مماثلة لها هاي الخلية نتجت من الخلية هاي اللي هي مماثلة لها مماثلة لها نفس الوظائف نفس الشكل نفس الحجم إلى آخر هي تمام يا أستاذ؟ طيب أستاذ تعال نفهم إحنا أصلا شو مكونات الخلية؟ بدنا إحنا نفهم بطلنا خلص بطلنا ندرس بدي أعطيكو إيش؟ بدي أعطيكو قصة هاي القصة بدنا نربطها بالدرس ونعرف شو هي مكونات الخلية من خلال هاي القصة شو رأيكو؟ يلا ناخد القصة كان بالزمنات في سلطان السلطان اللي هو بالزمان زي الملك حاليا زي الأمير إلى آخر سلطان أمر الحاشي تبعته اللي هم الوزراء اللي عنده وشغلت هاي إنه بده يبني إيش؟ بده يبني قصر القصر هاض أعطاهم مواصفاته حكى لهم إنه بده القصر يكون موجود هنا في النص حوالين القصر بده يكون عندي ساحة هاي الساحة هايها هاي الساحة حوالين الساحة هاي بده يكون عندي جدار وحرس الجدار اللي هو وينه؟ هايه هاي الجدار تمام؟ حكى لهم حوالين الساحة بده يكون عندي جدار وحرس تمام؟ هاكون له طيب بلشوا الوزراء يجمعوا المبالغ اللي بده يبني فيها القصر وحكوا للعمال وكلفوا العمال ووروهم المخطط اللي السلطان بده إياه وبلشوا إيش؟ يبنوا في القصر بعد سنتين جهز القصر إجا السلطان عليه وين قعد السلطان؟ طبعا بده يقول جو القصر صحوا إلا؟ لا السلطان إيش كان اسمه؟ السلطان كان اسمه DNA شو يعني DNA؟ اللي هي المادة الوراثية المادة الوراثية السلطان اللي هو DNA قعد جوه إيش؟ جوه القصر تبعه اللي هو DNA DNA السلطان نفسه المادة الوراثية كلياتهم نفس الكلام DNA المادة الوراثية أنتم مذكور عندكم المادة الوراثية إذن بدنا ننسى كلمة الـ DNA تمام؟ إذن مين السلطان؟ اللي هو المادة الوراثية إيجا قعد جوه القصر وقعد إيش؟ يطمن على محتويات القصر هل هو زي ما طلبها من الوزراء ولا لا؟ طلع يتمشى في القصر لقى آه والله هاي في عندي إيش؟ القصر القصر شو سمه؟ شو سمه السلطان؟ حكى والله أنا حاب أسمي القصر لأنه جاي في النص بدي أسميه نواة بدي أسميه نواة تمام؟ إذن القصر شو اسمه؟ نواة مين قعد جوه القصر؟ المادة الوراثية اللي هي السلطان طيب؟ تمام بعد هيك طلع على الحديقة قعدة تمشى هاي طبعا عنده حديقة الحديقة بتتكون من مثلا من مجموعة حضائق يعني الساحة هاي بتتكون من مجموعة حضائق شو هم الحضائق؟ مثلا عندك حديقة مي حديقة حديقة مثلا في حديقة أطلق عليها اسم ميتو كندريا هاي اسم حديقة من حضائقه إذن في عند حضائق تمام؟ جوه وين؟ جوه الساحة حوالين الساحة حكى إيش بدي؟ بدي خسر اذكر أنه حكى عفوا بدي جدار اذكر أنه حكى للوزراء تابعونه أنه بدي جدار حوالين الساحة طلع يشوف حوالين الساحة لقى إيش؟ لقى آه والله هاي في عندي جدران وحراس أطلق على الجدران هاي إيش اسم؟ اسم؟ قوات الغشاء البلازمي قوات الغشاء البلازمي هي عبارة عن حراس وإيش؟ وسور حوالي وسور إذن قوات الغشاء البلازمي هي عبارة عن حراس وسور حراس وسور تمام؟ طيب لو أنا إجيت وسألك سؤال أنت فكر فيه لو حكيت لك الحراس هدول شو لازم شو وظيفة الحارس أصلا؟ لو أنا سألتك شو وظيفة الحارس؟ والله بتحكي آه والله مثلا في عنا حارس عمارة أو حارس مدرسة وظيفته إنه يحميلي المدرسة أو يحميلي العمارة صح ولا لا؟ فبالتالي نفس الكلام هون على الغشاء البلازمي قوات الغشاء البلازمي اللي هم الحراس وظيفتهم إيش؟ وظيفتهم حماية مكونات الخلية الداخلية عن المكونات الخارجية المحيطة فيها يعني هذا القصر مش لحاله موجود في حوالي إيش؟ في حوالي اللي هي المدينة صح ولا لا؟ طيب فبالتالي الحراس مع السور اللي هون شو وظيفته؟ وظيفته يحميلي المكونات تبعة القصر السلطان واللي هي المادة الوراثية والحضائق والساحة يحميهم عن المكونات الخارجية تمام؟ إذن عرفنا عرفنا شو وظيفة الغشاء البلازمي؟ شو وظيفة الغشاء البلازمي؟ حماية المكونات الداخلية الخلية عن المكونات الخارجية للخلية إذن هكذا نستنتج أن القصر هذا هو عبارة عن الخلية كاملة تمام؟ القصر هو عبارة عن الخلية النواة اللي هي القصر عبارة عن النواة المادة الوراثية اللي هو السلطان الموجود جوا النواة إلى آخره تمام؟ طيب شو وظيفة الحراس كمان؟ لو حكيت لك أنه في عندي هون إبواب هنا في عندي إبواب حوالين السور حوالين القصر إبواب هاي باب هنا باب هنا باب هنا باب هنا شو وظيفتهم؟ بسنتج أنه وظيفتهم يدخلوا للمواد لجو القصر ويطلعوا المواد لخارج القصر يعني باختصار الخلية بتحتاج مواد بتحتاج غذاء فشو وظيفة الغشاء البلازمي؟ يدخل الغذاء من بر القصر لجو القصر من بر الخلية لجو الخلية طيب جو الخلية في مواد ما بحتاجها بدأت خلص منها إذن برضو وظيفة مين؟ وظيفة الغشاء البلازمي يطلع المواد اللي هي الخلية مش بحاجتها يطلعها بر الخلية بر القصر تمام؟ إذن هاي وظفتين للغشاء البلازمي الوظيفة الأولى حماية حماية مين؟ حماية مكونات القصر على المكونات الخارجية إذن حماية مكونات الخلية عن المكونات الخارجية شو الوظيفة الثانية؟ الوظيفة الثانية إدخال المواد وإخراج المواد من وإلى القصر اللي هي من وإلى الخلية تمام؟ هنعرفنا شو وظيفة إيش؟ الغشاء اللي بلازمي وعرفنا كل واحد وين بقع وين بقع؟ تمام؟ طيب نرجع الدرس بيحكي لمكونات الخلية طلع يا أستاذ بحين تشترك خلايا الكائنات الحية جميحة في مكونات أساسية اللي هي مين؟ الغشاء البلازمي الحرس والسور السايتو بلازم اللي هي الحديقة الحديقة إيش أطلق عليها؟ اللي هي الساحة هاي هتطلع الساحة هاي نرجع عليها سريعا الساحة هاي 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 اللي جوه هاي الساحة كاملة إيش أطلق عليها اسم؟ السايتو بلازم ساحة السايتو بلازم ساحة السايتو بلازم إذن الحديقة اللي جوه هاي الساحة هي عبارة عن ساحة السايتو بلازم أطلق عليها اسم السايتو بلازم وعندي الغشاء البلازمي اللي هو السور والقوات الحرس وعندي اللي هو مين؟ القصر اللي هو عبارة عن النواة تمام؟ نرجع على الدرس بحكي لي اللي هي الغشاء البلازمي اللي هي عبارة عن السور مع الحراس السايتو بلازم اللي هي عبارة عن الساحة لجوات القصر المادة الوراثية اللي هي نفسها السلطان المادة الوراثية اللي هي نفسها السلطان وين ابتقى على المادة الوراثية داخل إيش؟ داخل النواة تمام؟ طيب بحكي للغشاء البلازمي هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن غشاء رقيق يحيط بكل خلية فيحميها من المؤثرات الخارجية إذن هاي وظيفة مين؟ الغشاء البلازمي اللي هو الحراس حماية من المؤثرات الخارجية حماية من المؤثرات الخارجية صح ولا لا؟ هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن غشاء رقيق صور رقيق يحيط بكل خلية يحيط لي بكل خلية تمام؟ طيب ويسهم في تنظيم تبادل المواد بين الخلية وما يحيط فيها يعني بنظم لي تبادل المواد زي ما حكينا في بواب بدخل المواد اللي بدها إياها الخلية وبطلع المواد اللي ما بدها إياها الخلية إذن هاي الوظيفة الثانية تنظيم تبادل المواد بين الخلية وما يحيط فيها هاي الوظيفة الثانية للغشاء البلازمي وظيفتين حماية وتبادل المواد تمام؟ طيب هاي نفهمنا شو يعني الغشاء البلازمي اللي هو الحراس والسور بعدهاك عندي الساحة اللي هي السيتوبلازم عبارة عن إيش؟ مادة هلامية شبه شفافة هلامية شو يعني زي الجيلي الجيلي اللي إماك بتسوي بتحطه في التلاجة شايف كيف هيك برقص بكون هاي عبارة عن مادة هلامية نفس الإشي السايتوب لازم عبارة عن مادة هلامية تتكون معظمها من إيش من ماء ليش من ماء لأنها حديقة أستاذة أنها ساحة الساحة إنت لو بدك تبني ساحة ساحة القصر الساحة لازم تكون فيها مي نفورات مسابح شغلات هيك صح ولا لا فبالتالي بتتكون معظمها من ماء ومواد ذائبة فيه مواد ذائبة جو المي تمام؟ اضافة إلى أنه بيحتئو على تركيب مختلفة ويحاط السايتو بلازم بالغشاء البلازمي يعني يحاط الحديقة اللي هي الساحة بالسور يحاط السايتو بلازم بالغشاء البلازمي كأنه بيحطي ليحاط الساحة بالسور مش تروح تكتب له في الإمتحان الساحة والسور هيقصة عشان نفهم بس أما أنت تحفظ الأسامل اللي هي السيتو بلازم وغشاء بلازمية تعمل أستاذ؟ طيب طلع أستاذ هاي عندي غشاء بلازمي هاي عندي غشاء بلازمي هاي عندي داخل الخلية وهاي عندي خارج الخلية تمام؟ طلع أستاذ قاعد الغشاء بلازمي هاي البوابة اللي حكينا عنهم مش في بوابات هاي أول بوابة قاعد يدخل لمواد من خارج الخلية لداخل الخلية ويطلع لمواد ما بدي إياها من داخل الخلية لخارج الخلية أيضاً بيحمي لي طلع هاي الغشاء البلازمي قاعد يحمي لي المكونات الخارجية عن المكونات الخلية صح ولا لا؟ تمام طلع أستاذ هاي هي صورة لإيش للخلية طلع زي ما حكينا عندي غشاء البلازمي اللي هو السور مع الحراس أيو حوالينه هذا هو الغشاء البلازمي بعد هيك عندي السايتوبلازم السايتوبلازم اللي هي المادة اللي جوه الساحة الساحة من هون هاي هيك 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 هاي كلياتها إيش؟ كلياتها عبارة عن سايتوبلازم صح؟ طيب بعد هيك السايتوبلازم بيحتوي على شغلات حضائق حكينا زي إيش؟ حديقة الميتوكندرية حديقة الميتوكندرية أيضاً بيحتوي على إيش حديقة الشبكة الإندبلازمية حديقة الشبكة الإندبلازمية تمام؟ هيخلصنا إيش مكونات الساحة حضائق الساحة بعد هيك حكينا في عندي اللي هي القصر شو سمينا القصر؟ النواة سمينا القصر النواة مين قاعد في القصر؟ اللي هو السلطان مين السلطان حكينا؟ المادة الوراثية إذن هاي مكونات الخلية بدي تربط للقصة بالرسمة هاي عشان ما تنسى تربط القصة بالرسمة هاي عشان إيش؟ ما تنسى طيب؟ تمام هذا شكل طبعاً السلطان اللي هي المادة الوراثية بتكون على شكل حرف X تمام؟ طيب بيحكي إذا تتحكم المادة الوراثية اللي هو السلطان السلطان طبعاً بده يتحكم بأمور النواة اللي هو القصر كامل البلدة كاملة فبالتالي بتحكم المادة الوراثية السلطان في أنشطة الخلية مختلفة يعني هو اللي بحدد الانشطة تبعتها بتحكم فيها وقد توجد المادلة الورثية اللي هو السلطان داخل تركيب متخصص يسمى النواة توجد وين داخل النواة شو النواة القصر؟ إذن السلطان جوه القصر السلطان جوه القصر المادلة الورثية جوه النواة تمام كما في خلايا النباتات والحيوانات طبعا هالkelام وين في خلايا النباتات والحيوانات وبذا تكون النواة حقيقية آه هنا في شغلة جديدة في عندي نواة حقيقية وفي عندي نواة بدائية النواة عفوا حقيقية النواة وبدائية النواة أستاذ شو الفرق بينهم طلع أستاذ مش في عندي دول بتكون غنية ودول بتكون فقيرة صح ولا لا الدول الغنية بتكون حقيقية النواة ليه لأنه بيبني القصر بيبني حواليه ساحة وبيبني السور أما بدائية النواة بيكون معوشة حرامية بني القصر خلص بكتفي بالساحة والسور فبكون ايش ما في نواة ما في قصر حقيقة النواة القصر موجود النواة موجودة بداية النواة النواة مش موجودة موجود السلطان موجود السيتو بلازم موجود الغشاء البلازمي لكنه غير موجود النواة غير موجود النواة حقيقة النواة موجود النواة القصر موجود السلطان موجود السيتو بلازم موجود الغشاء البلازمي هذا الفريق بناتهم تمام طيب بحكي لي حقيقة النواة اللي هي قد تكون المادة الوراثية غير محاطة بغلاف يفصلها عن السيتوبلازم المادة الوراثية غير محاطة يعني بغشاء يفصلها عن السيتوبلازم هاي مين؟ هاي اللي هي بدائية النواة هاي اللي هي بدائية النواة كيف يعني يا أستاذ؟ يعني طلع هون لما تشوف عندي خلية الخلية هاي فيها مادة وراثية غير محاطة بغلاف غير محاطة بقصر في عندي هون كامل السيتوبلازم وهاي غير محاطة بقصر يعني هاي الدوارة اللي هي حوالين المادة الوراثية مش موجودة مو موجودة فبالتالي شو بسميه هاي بسميها بدائية النواة يعني ما فيها نواة ما فيها قصر تمام؟ أما لما تشوف عندي خلية فيها المادة الوراثية محاطة بنواة وفيه هون عندي الغشاء السيتوبلازم عفواً وغشاء بلازمي هاي ايش بسميها؟ حقيقية النواة تمام يا أستاذ؟ إذن الفرق بينهم انه هون ما في نواة ما في قصر وهون في نواة في قصر طيب بحكيلي خلال النباتات تكون حقيقة النواة اللي هي موجودة فيها النواة حقيقة النواة واللي ما فيها ما بتحيط المادة الوراثية نواة تسميها بدائية النواة ما الفرق بين الخلية بدائية النواة والخلية حقيقة النواة هي طلع عندي بدائية النواة هيها هي بدائية النواة هي المادة الوراثية هيها ما في حواليها نواة ما في حواليها قصر فبالتالي بسميها بدائية النواة أما هون في عندي السيتو بلازم وفي عندي غشاء بلازمي موجود نفس الأشي أما هون في عندي هاي المادة الوراثية في عندي حوالين نواه السيتو بلازم حوالين السيتو بلازم والخلايا نباتية والخلاياـ الحيوانية الخلايا النباتية والحيوانية حكينا عبارة عن إيش؟ خلايا حقيقية النواة، فيهم قصر، فيهم نواة، تمام؟ طيب، بحكيه لي تحتوي الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية على تراكيب متخصصة بأداء وظائف معينة؟ إيش بيسميها؟ عضيات، شو العضيات يا أستاذ؟ هي الحضائق، اللي موجودة وين في السايتوب لازم وها سننجي عليها بالتفصيل بحكيه لي تحتوي الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية، إذن بيشتركوا الاثنين مع بعض نباتية وحيوانية بيحتوى على إيش؟ على تراكيب متخصصة بأداء وظائف يعني إشي متخصص بأداء وظائف تركيب يعني مادة معينة متخصصة بأداء وظيفة معينة إيش بسميها؟ غضيات غضيات تمام؟ من الأمثلة عليها شبكة اندبلازمية آه أستاذ هاي الشبكة الاندبلازمية اللي حكيت لنا هي عبارة عن حديقة موجودة في السايتوبلازم؟ نعم إيش تتعمل الشبكة الاندبلازمية؟ شو وظيفتها؟ وظيفتها إنها تنقل المواد داخل الخلية الغشاء البلازمي بنقل المواد من خارج الخلية لجواتها صح؟ مين المسؤول عن التوزيع جوة الخلية؟ يعني الشبكة الاندبلازمية عبارة عن بساطة بتوزع لجوة إيش؟ جوة الخلية فبالتالي المسؤول عن نقل المواد داخل الخلية جواتها يعني يوزع داخل الخلية الشبكة الاندبلازمية طب من الخارج للداخل الغشاء البلازمية. بدنا نفرق بيناتهم. تمام؟ طيب. في عند حديقة تانية حكينا داخل السيتو بلازم. زي مين؟ الميتوكندرية. الميتوكندرية مثال على إيش؟ على العضيات. مين أيضا مثال على العضيات؟ الشبكة الإندو بلازمية. تمام؟ طيب الميتوكندرية شو وظيفتها؟ بتنتج للطاقة الضرورية. بتنتج الطاقة الضرورية. واللي بلاستيدات الخضراء أيضا هاي مثال على العضيات. اللي بلاستيدات الخضراء شو وظيفتها؟ مسؤولة عن صنع الغذاء في النباتات بعملية البناء الضوي. إذن هاي البلاستيدات الخضراء موجودة في النباتات فقط. مسؤولة عن إيش؟ مسؤولة عن البناء الضوي. عملية البناء الضوي اللي هي بتنتج لطاقة البناء الضوي. غذاء بتنتج غذاء. تمام؟ إذن البلاستيدات الخضراء أيضا مثال على إيش؟ على العضيات. وين موجودة؟ موجودة في النباتات فقط. مسؤولة عن إيش؟ عن صنع الغذاء. صنع الغذاء وين؟ في النباتات. طب كيف بتساوي هاي الشغلة؟ بعملية البناء الضوي. بعملية البناء الضوي. تمام يا أستاذ؟ طيب. بحكي لي وتعد الريبوسومات من التراكيب المهمة. باظه في عندي إشي اسمه رايبوسومات. الريبوسومات هاي وين موجودة؟ جوا بالقصر مع السلطان. هاي مش مذكورة عند كل لكن لا قدام بتصير تخذها. مسؤولة عن إيش؟ بتعملي على بناء البروتين. يعني بتصدر لبروتين. إذن هي عبارة عن مصنع موجود جوا النواة. المصنع هاي بيصدر لي إيش؟ بروتين. بيعمل على إصدار البروتين. ويحيط بالخلية النباتية جدار خلوي يحافظ على ثبات شكلها ويمنحها الدعامة. إذن شو اللي بيحيط بالخلية النباتية؟ جدار. شو بسمي هذا الجدار؟ جدار خلوي. شو وظيفة الجدار الخلوي؟ بيحافظ لي على ثبات شكلها ويمنحها الدعامة. تمام؟ أعطي أمثل على العضيات زي حكينا الشبكة الإندبلازمية. إيش كمان؟ الميتوكندرية. إلى آخره. تمام؟ هاي مثالين. طيب. بيحكي لي هون ونقارن بين الخلية النباتية والحيوانية من حيث مكونات كل منها. تعالين نقارن بينهم. طلعوا الساد. هاي بيحكي لي فيه النواة اللي اثنين موجودات فيهم. هاي نواة. وهاي عندي نواة. الاثنين موجودات. النواة. تمام؟ اللي هو القصر. في عندي ميتوكندرية. حضائق موجودة داخل الساحة اللي هي الساتوبلازم. هون موجودة؟ هون موجودة. هايها. ميتوكندرية. تمام؟ طلعوا الاختلاف هسا. شو الاختلاف؟ طلع بيحكي لي بلاستيدات خضراء. هاي مش موجودة في الحيوانية. مو موجودة في الحيوانية. بلاستيدات خضراء. اللي هي المسؤولة عن الغذاء بعملية البناء الضوية. أيضا في عندي جدار الخلوي. الجدار الخلوي هون ايش في عندي؟ هون عندي اللي هو الغشاء البلازمي. أما هون في عندي جدار الخلوي. يعني هون الساحة والحراس اختلفوا. هون السلطان المادة المراثية أطلق اسم على السور. ايش اسمه؟ الجدار الخلوي. هون السلطان أطلق اسم على السور اللي هو الغشاء البلازمي. طيب. أيضا هون عندي ايش الشبكة الاندوبلازمية موجودة هون و هون. هيا. هاي عندي الشبكة الاندوبلازمية. وهاي عندي الشبكة الاندوبلازمية موجودة في الاثنين. إذن بايش بيشتركوا النباتية والحيوانية؟ بحكي له بالنواة والميتوكندرية والشبكة الاندوبلازمية. بإيش بيختلفوا؟ هنا البلسيدات الخضراء والجدر الخلوي. تمام أستاذ؟ طيب. بيحكي لتصنيف الكائنات الحية. هلأ في عندي كائنات حية بعض إجسام الكائنات الحية. بسيطة التركيب تتكون من خلية وحدة. خلية وحدة بس. كائنات حية تتكون من خلية وحدة بس. شو بسميها؟ وحيدة الخلية مسكينة. ما عندها غير خلية وحدة. وبعضها الآخر معقد التركيب بتكون أجسمه من عدة خلايا. يعني ملايين ملايين الخلايا. إيش بسميها؟ عديدة الخلايا. عديدة الخلايا. إذن إذا كان عندي خلية وحدة 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 الخلية. خلايا كثير عديد الخلايا. تمام؟ طيب. بيحكي لي أعطي أمثلة على كائنات حية عديدة الخلايا. وأخرى وحدة الخلايا. طيب تعال نعطي أمثلة. هاي هم عندي موجودات هون. بكتيريا هاي إيش؟ وحيدة الخلايا. البكتيريا وحيدة الخلايا. البراميسيوم. البراميسيوم شغلة اسمها براميسيوم كائن حي. هو عبارة عن إيش؟ وحيدة الخلايا. إذن هاي أمثلة. إذن إيش بكتب له هون؟ وحيدة الخلايا. زي مين؟ براميسيوم. أيضاً اللي هو البكتيريا. طيب أمثلة على عديد الخلايا. أي عديد الخلايا. اللي هو مين؟ خلينا نحكي الإنسان مثلاً. الحيوان. هدو العديد الخلايا صح ولا لا؟ تمام. الحشرات مثلاً. طيب. بحكي لهل جميع الكائنات الحية وحيدة الخلية بداية النواة وأبرر إجابتي. الجواب طبعاً لا. من الشرط إذا كان وحيد الخلية أن يكون بداء النواة. من الشرط. ليش؟ زي عندي البراميسيوم. البراميسيوم وحيدة الخلية لكنه حقيق النواة. شي يعني بداء النواة وحقيق النواة؟ أخذناهم قبل شوي. حقيق النواة يعني في نواة في قصر. بداء النواة يعني ما في قصر. في عندي المادة البراثية بدون قصر. فبالتالي هل وحيدة الخلية بدون قصر دائماً؟ لا. لأن البراميسيوم مثال على إنه وحيدة الخلية ويوجد في نواة. يوجد في إيش؟ نواة. تمام؟ طيب. خليني جعله هون بدو ياك تساوي تدربة احنا بدنا نجاوب إيش الأسئلة اللي موجودة على التدربة مش راح نساوي تدربة اللي هي أربع شرائح جاهزة عشان دا أشوفها بالمجهر لمين لخلايا نباتية وحيوانية وبراميسيوم وبكتيريا مجهر ضوئي مركب خطوات إلى آخره بحكيلي وقارن بين الرسومات الأربعة شو بلاحظ إنه عندي هون عديد الخلايا الاثنين هدول عديدات الخلايا وهون وحيد الخلايا هاي أول شغلة بالرسم بدأ أقارن بناتهم هيك بأعملها تمام طيب بحكيلي أستنتج أي الشرائح التي درستها لكائن حي لكائن وحيد الخلية وأيها لكائن عديد الخلية الوحيد الخلية اللي هم مين اللي هون هاي هم النباتات والحيوانات النباتات فاصلة الحيوانات هدول عديد الخلايا عديد الخلايا طب مين وحيد الخلايا البكتيريا وإيش كمان البراميسيوم هدول وحيد الخلايا تمام طيب بعدك بحكيلي أصنف الخلايا التي درستها إلى خلايا حقيقية النواة وخلايا بدأية النواة مين بدأية النواة؟ فقط البكتيريا بناتهم البكتيريا بناتهم بدأية النواة وما تبقى حقيقي النواة البراميسيوم والنباتية والحيوانية حقيقية النواة البداية النواة اللي هي البكتيريا تمام؟ بدك تشارك مع زملائك بعد ما تساوها هذه التجربة اللي توصلت له طيب هيك منكم خلصنا الدرس زي ما حكينا أسئلة الدرس متى راح نحلها لما نخلص الدرس الثاني والثالث منحل أسئلة الدرس للدرس الأول والثاني والثالث كلياتهم بالإضافة إلى أسئلة الوحدة كيف تتأكد إنك فاهم مية بالمية أول شغلة بدك تساويها اتراجع اللي درسنا اليوم تفهم القصة عشان ما تنسى الأشياء تفهم الفروقات بين النباتية والحيوانية تفهم مكونات الخلية تفهم شو يعني خلية أصلا شو حقيقة النواة شو بدأية النواة يعني عديد الخلايا وحيد الخلايا إلى آخره دكتراجعهم بشكل سريع بعد هيك إيش تساوي؟ تحل أسئلة الدرس بناءً على فهمك مش تروح تبضلك ترجع دغوش ترجع دغوش لا بتحل بناءً على فهمك آخر إيش إيش بتساوي بتفتح على الفيديو اللي هو بعد الدرس الثالث بتلاقي فيه محلول أسئلة الدرس بتتأكد من حلك تمام؟ كما معكم أستاذ عزيزين القواسمي ويعطيكم ألف ألف عافية اشتركوا في القناة